فكرة الوجود على السوشيال ميديا غالبيتنا دلوقتي ممكن ياخد معلومات من السوشيال ميديا لو نتكلم عننا كرجالة ممكن ندخل نشوف تمارين مثلا بتاعة جيم مثلا على السوشيال ميديا فحد يعمل تمارين أنا مش عارف هم مختصة ولا لا بس بشوف الفيديو باخد تمارين بروح وعمله ممكن نأذي نفسي بسبب ده وغير وغيره من المجالات فهل انتو موجودين على السوشيال ميديا للرد برضو على بعض الناس اللي تدخل تعمل فيديوهات عن صحة المرأة وفيها حاجات كتيرة جدة ممكن تضر المرأة سواء كانت صحية أو غيره طبعا ده موجود وخصوصا لان انت الاهم عندها مجموعة كبيرة من الأطباء والبرد معظمه كله طبيبات وأطباء فده بنقدر نوظف الرسائل الصحيحة الطبية اللي يعني زي ما حاكمة بتقول مخصصة لكل فئة عمرية وكل حسب كل احتيال وده بنشوفه مثلا في حملات للسكر في حملات أمراض القلب والضغط في حملات أخرى لصحة الحامل في حملات كل حملة بتبقى لها فئة عمرية مستهدافة بتبقى لها رسالة مخصصة خاصة بيها يعني مثلا في رمضان كنا عاملين عيادة قصص في العيادة عشان السكر مثلا مريضة السكر إذا تقدر تتعمل إذا كانت حامل إذا كانت سنة كبيرة إذا كانت طفلة في مدرسة كل فئة عمرية بنحصص لها مجموعة حلقات حسب احتاجها بنوصل لها الرسالة الصحيحة اللي تقدر تتعامل بيها وطبعا إحنا يعني طول الوقت بيجينا رسائل احتياجات مختلفة بتبقى بتجينا طبعا على الحاص بنقدر نوجيها للطبيب المختص في حالة نزام حكمة بتقول إنه ممكن تكون الرسالة مش مناسبة للشخص ده فبنقوله لا مش شرط إن الرسالة دي تتماشى معاك فساعتها بنوجيهك للطبيب أو الطبيبة المختصة وده بيكون الخدمة مجانية تماما هل أنتوا بالفعل بتقدروا تقدموا الدعم في بعض الحالات اللي ممكن تكون عندها مشكلة صحية ومش عارفة تتواجه فين أو تتصرف ازاي؟ مظبوط يا فندم وده حتى احنا عملناه في المبادرة الخاصة المصرية لاستخدام الإشارة لضعاف السم ودوت من خلال مجموعة من الفيديوهات المخصصة لمرضى السم والبوكم لتوجيههم مثلا عند الأطباء وده عملناه مع النقابة العامة للأطباء الأسنان بمصر إن اكتشفنا إن معظم المواطنين اللي بيعانوا من السم والبوكم فهم عندهم مشكلة في القراءة والكتابة فلما بيروح حتى عند طبيب ما بيعرفش يكتب له هو إيه مشكلته فبدأنا نعمل مجموعة من الفيديوهات باستخدام الإشارة عشان حتى لما هو يروح عند الطبيب يقدر يفتح الفيديو ده وده كانت وسيلة مبتكرة جديدة برضو أخرى إن هو يبقى بيوجه رسالة وبرضو نفس الكلام إيه الدكتور يفتح الفيديو اللي موجه لرسالته بنفس الطريقة وبرضو أيضا سيدات من غزة إخواتنا في مصر حاليا دلوقتي بنوجه لهم كل الدعم الصحي سواء حالات النساء أو الولادة أو الأطفال أو مريضات القلب كل دولة وإحنا معاكم لو في أي حالة محتاجة أي دعم أحنا متواجدين على الطول يقدر يبعطوننا على الصفحة وحنواجه لهم كل الدعم الصحي طيب إيه طبيعة الدعم الرياضي المقدم للسيدات؟ حضرتك الرياضة شيء مهم جدا ومن أهم أدوات التمكين الرياضي للمرأة خصوصا إن في بعض المجتمعات اللي بتعتبر إن الرياضة عيب للفتاح إنها تلبس لبس رياضي إنها تنزل تتدرب يعني شايفين إن ده مش ممكن يكون قولة احتماماتها وده كان سبب إن إحنا إن مبادرة إنتي الأهم تقوم بتتشين لأول مرة في مصر اليوم الرياضي للمرأة المصرية وكان 16 مارس 2021 تحت رعاية حرم الرئيس ومن ذلك اليوم معالي واجود السباب ورياضة أستاذ الدكتور أشرف صبحي وهو تبنى إنتي الأهم الرياضية وهذا اليوم وتم تتشينه بحي الأصمرات وهدفنا كان إن إحنا نبدأ اليوم ده في مكان بسيط مع ناس بسيطة ونحسسهم بأهمية الرياضة للفتيات والسيدات وهم فعلا نزلوا وشاركوا معنا وكان في وجود نخبة كبيرة من نجوم الرياضة من الفتيات والبطلات الرياضيات الأولمبيات والبراليمبيات ونائبات البرلمان اللي بيمثلوا الرياضة في مصر وكان يوم حافل وتم تكراره كل سنة دلوقتي وبنحتفل به ثانيا بدأنا نوظف الرياضة أيضا للتوعية عن الأمراض زي مرض القلب وعملنا احتفالية باليوم العلامي للقلب من خلال مرسل الماشي وكان تحت شعار نبضك حياة وده تم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال إطلاق المراكب الشراعية فوسط النيل وان الشباب والفتيات رجبوا المراكب ومشوا وشافوا الشراع باسم اليوم وده كان اطفاء بهجة وتوعية وخصوصا ان مرض القلب هو يعني الخطر الاول قبل سرطان الساتي وان فيه معتقد خاطئ عند معظم السيدات والفتيات انه هو المسبب القاتل الاول بالعكس احنا بنصحح المعلومة دي مرض القلب هو الرقم الاول من معدل الاصابة لو بنقول ان كل مئة الف بيحصل منهم مية وعشرة حالة وفاة من مرض القلب ومية واحد من مساببات الاورم السرطانية ايضا بدأنا نستخدم الرياضة في التوعية عن مرض السكر من خلال الرياضة العجل ومن خلال ايضا مارسونز رياضي للفتيات والسيدات فبدأنا ايضا نوصف الرياضة للتوعية عن الامراض اشتركوا في القناة